بس أولفكم اليوم عن معاني أسماء بعض الشركات يعني شنو مرسيدس يعني شنو متسوبيشي يعني شنو بي ام دابليو ويعني شنو ذلكسباغن بس أولفكم باختصار وبالدقائق الجاية عن ليش سموا هذي الشركات بهذه الأسماء بس قبل لا نبدأ لازم نعرف ان هذه الحلقة برعاية عصير الضاحية ومنوا ما يعرف عصير الضاحية ومنوا ما يعرف عوارقل الحين تبدأ السالفة هذا سلمكم الله مرسيدس وليش سموها مرسيدس مع العلم ان اصحاب او مؤسسين الشركة الالمان واحد اسمه ديملر والثاني اسمه بنز ما لها اي علاقة مرسيدس سلمكم الله القصة بدت مع تاجر نمساوي تاجر الدبلوماسي وغني طلب سيارة بمواصفات خاصة من شركتهم قال ابيها متطورة فكان ذاك الوقت 2 سلندر وتمشي 26 كيلو متر بالساعة فقال ابي مواصفات خاصة وزيدوا ليها وضبطوا ليها فعطوه سيارة بمحرك 4 سلندر تمشي 40 كيلو متر بالساعة ذاك الوقت فخذاها الى نيس في فرنسا وكان في ذاك الوقت سباق للسيارات وسمى فريقة وسمى السيارة نفسها على اسم بنته اللي عمرها 9 سنوات اسمها مرسيدس ومرسيدس اسم اسباني ينادونه للفتيات بمعنى النعمة او البرق حققت السيارة ذاك الوقت نجاحات كبيرة بالسباق وذا عصيتها ولدرجة ان التاجر قام وطلب سيارات اكثر من شركة بنز لا وطلب منهم انه يسير الوكيل وله حق الامتيات وبحكم انها كانت لها علاقات واسعة في امريكا وفي اوروبا قال يبا مساكم الله بالخير انا باخذ وكارة هذه السيارة وببيعها بس ابيكم تسمونها مرسيدس وراحت عليها مرسيدس اما شركة فليكسباقن هذه قصتها السلامكم الله وقصة تسميتها من هتلر هتلر كان يبي سيارة سريعة يبي سيارة عائلية تكون اربع راكب او اكثر ويبي سيارة رخيصة تحديدا رخيصة لان ذاك الوقت كان السيارات الالمانية نوعا ما سعرها مرتفع ويبي سيارة رخيصة لكل يشتريها فاسس شركة اسمها فليكسباقن وفليكسباقن باللغة الالمانية يعني سيارة الشعب وكانت اول سيارة يطلقها سيارة البيتلز المشهورة والمعروفة او الخنفسانة اللي راحت عليها يمكن بجيلنا نسميها سيارة بومبوم اما شركة بي ام دابليو الاسم هذا الدارج اللي بلساننا الحين شنو معنى بي ام دابليو شنو معنى الثلاث حروف هذه وهي اختصار لثلاث كلمات باللغة الالمانية تعني شركة المحركات البفارية وبفارية واحدة من ولايات المانية يمكن تلاحظون شعار بي ام دابليو بالنص فيه الوان الابيض والازرق وهي الوان ولاية بفارية او علم ولاية بفارية ولتلاحظون نفس الالوان اللي موجودة بشعار البي ام دابليو موجودة في علم البايران ميونخ او شعار البايران ميونخ اما متسوبيشي سيارات المشهورة والمعروفة لها قصة قصتها تبدأ مع هذا الشنب اللي تشوفونه هالشنب هذا اسمه يا تارا هذا ياباني في واحدة من الجزر اليابانية قرر يسوي له بزنس وقال بسوي لي بزنس في الشحن البحري يودي بضايع يجيب بضايع بين الجزر في اليابان ويابي راسمال او يابي قوارب فخذوا تسلف من عشيرة اسمها توشا حلوين يا تارا تسلف من قبيلة توشا يا تارا وتوشا سلمكم الله بدأوا بيسوي اسم للشركة فهذا شعار قبيلته يا تارا كان عبارة عن ثلاث ماسات وتوشا كان شعارهم بالشكل هذا فيابي يدمج ما بينهم فسو هذا الشعار وسمى الشركة متسوبيشي متسوبيشي باللغة اليابانية متسو يعني ثلاث بيشي او هيشي معناها الماسات فمعنى متسوبيشي الثلاث ماسات كانت هذه باختصار معاني اسماء بعض شركات السيارات واذا عجبتكم الفكرة ممكن نترجم لكم وندور لكم معاني بقية اسماء السيارات ونقول لكم اياها في اجزاء ثانية اخوكم محمد الحسنان وتصبحون على عوار قلب عصير عوار قلب الله يسلم قلوبكم ان شاء الله